وفي البيضاء لقي 30 من ميليشي الحوثي الانقلابي الإيراني مصرعهم وجرح العشرات فيما تم أسر عشرة آخرين في مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والميليشي الحوثي في مدرية ناطع بمحافظة البيضاء وتمكن الجيش والمقاوم من تحرير مناطق صبع وتبت عشيرة والمنقطع بمدرية ناطع بالمحافظة يأتي هذا بالتزامن مع تجدد المواجهات بين الجيش اليمني وميليشي الحوثي في مدي نتج عنها عشرات القتلى والجرحى من عناصر ميليشي الحوثي الإيرانية بينهم خمسة قتلى من مدرية الشاح الشاهل في حجة